موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كوشك الصحافة والبداية من وقع الانتصارات الأخيرة للجيش الوطني والمقاوم الشعبية في جبهة محافظة تعز وتعثر جهود الحل السياسي حيث يقول موقع الموقع بوست إن الأزمة اليمنية ستشهد تحولات مهمة خلال الفترة المقبلة تكسر حالة الجمود التي ظلت سائدة ما يقارب العام النصف منذ بدء الحرب ويعلق الموقع إن حالة الجمود شملت المسارين السياسي والعسكري فالمفاوضات والوساطات الأممية فشلت في تقريب وجهة النظر بين السلطة الشرعية وتحالف الانقلابيين كما أن المعاركة في مختلف الجبهات ظلت تراوح مكانها دون أن يتمكن أي طرف من تحقيق تقدم عسكري نوعي على الأرض وعن الدلالات أو دلالات الانتصار في تعز يقول الموقع إنها شكلت تحولا عسكريا سلبيا بالنسبة للانقلابيين واللافت أن جهود الحل السياسي عادة ما تنشط عندما تبدأ الميليشيات الانقلابية بالانهيار في إحدى الجبهات فهل هذا التزامن يحدث بمجرد الصدفة؟ أم أن الهدف إنقاذ الميليشيات الانقلابية من الانهيار الكامل بحسب ما يراه الكثير من المحليين السياسيين والعسكريين؟ موقع يمن منتر تابع أحد الموضوعات المتعلقة بطبيعة الحياة هو عنوان الموقع اليمنية تبدأ تسير رحلات من القاهرة إلى عدن دون المرور بالسعودية للتفتيش ويقول الموقع إن الخطوط الجوية اليمنية أعلنت بدأ تسير رحلات مباشرة من مصر إلى اليمن دون الإضطرار للهبوط في السعودية للتفتيش الأمني وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في البلاد قبل ما يقارب من عامين وقال صالح باهديله مدير مكتب الخطوط اليمنية في مطار القاهرة الدولي إن الرحلات الجوية اليمنية انطلقت مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار عدن ومطار سيئون بحضر موت والمطاران يخضعان لسيطرة الحكومة وأوضح باهديله أن الرحلات بدأت منذ عدة أيام دون التوقف بمطار بيشة جنوب غربي المملكة العربية السعودية للتفتيش كما كان متبعا في وقت سابق وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في اليمن وأن عدد رحلات الخطوط الجوية اليمنية من القاهرة إلى اليمن ارتفع من خمس رحلات إلى سبع رحلات أسبوعيا بمعدل رحلة واحدة كل يوم السلام في اليمن ممكنات وتمنيات تحت هذا العنوان كتب علي أحمد العمراني ما قاله المنشور في موقع الموقع بوست وقال الكاتب في جزء من مقاله أثبتت الشهور والسنين الماضية أن الحوثيين مشروع حرب وهم المشكلة الرئيسية الخطيرة في البلد وأنهم سباب الحروب وأداتها وأن الحوثيين لا يجهدون سوى الحرب وهم من حيث سبب المنشأ نتاج قصر النظر وسوء الإدارة والحكم الذي تميز به عهد علي عبدالله صالح كان صالح يحكم بلا فكر أو نضج أو مشروع وطني حقيقي كان همه السلطة فقط وكان هم كثير من رجال عهده جمع أكبر قدر من المال الحرام وكان العهد يستخف بالعلم والثقافة والتنمية الحقيقية وأكل أشكال العدل وكان يجرف قيم البناء وكان الفساد ليس مجرد ملح التنمية كما قال باجمال ذات مرة لكنه كان طريقة حياة وأسلوب حكم ما يريده الحوثيون دائما ليس شراكة حقيقية وسلام عادلا ودائما لكنهم يريدون بأي ثمن إحكام السيطرة على البلد أو أي جزء يتمكنون من الاستيلاء عليه بالقوة القاهرة والعنف المبين مثل ما فعلوا منذ 2004 ومثل ما يحدث الآن في صنعاء وكل المناطق التي يسيطرون عليها مفهومهم للشراكة يعني أن يكونوا المهيمنين على كل شيء وخلافا لما كانت توصف به حالات سابقة دولة داخل الدولة سيقبل الحوثيون فقط أن يكونوا دولة فوق الدولة وليس مجرد دولة داخل الدولة وهنا تتلخص فكرة الشراكة عندهم وهم قد يقبلون سلاما على هذا الأساس فقط المصدر أونلاين يتابع أحد أوجه المعاناة التي تعيشها البلاد وعنوا كاتب يمني معروف يعرض مكتبته الخاصة للبيع لإطعام أسرته ووفقا للمصدر أونلاين فقد عرض كاتب يمني معروف مكتبته الخاصة للبيع بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد وعدم صرف رواتب الموظفين منذ عدة أشهر واضطر الأديب والكاتب اليمني حسن عبد الوارث الذي يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة الوحدة الحكومية لعرض مكتبته الخاصة للبيع والتي يمتلكها منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما وتضم أكثر من خمس آلاف عنوان وفي تصريحات قال عبد الوارث اضطررت لعرض مكتبتي التي ارتبطت بها لأكثر من ثلاثة عقود وهي مدة تجاوزت ارتباطي بأكثر أفراد أسرتي وأورد موقع الصهاريج نيوز تقريرا مفصلا تحت عنوان الهجر إلى تعز أمل العودة ينتظر آلاف المشردين من أبناء الحالمة بعدان ويقول الموقع في محافظة هي الأكثر كثافة سكانية على الإطلاق ترزح تعز الحالمة تحت وطأة الحرب لأكثر من واحد وعشرين شهر من القتل والقصف والتدمير بمختلف أنواع الأسلحة بما يرقى إلى ارتكاب مليشيات الحوثي وحليفهم صالح لجرائم حرب وإبادة ضد المدنيين العزل وبحسب رئيس مركز مسارات للاستراتيجية والإعلام باسم باسم الشعبي فقد أضحت عدن المدينة المفتوحة لاستقبال النازحين من تعز وغيرها من المناطق اليمنية وقد وصلوا إلى أهلهم وإخوانهم وقال الشعبي ندين بشدة ما يحدث من تهجير لأبناء تعز المسالمين من مناطقهم على يد المليشيات الانقلابية وندعو المنظمات الدولية إلى أغاثتهم بصورة عاجلة وتوفير سبل العيش الكريم لهم في عدن حتى تنتهي الحرب وتمكنوا من العودة لمناطقهم بسلام من جانبه قال الإعلام في عدن أمجد خليفة إن الأسر والأهالي التي نزحت تلقتهم عدن الحضن الكبير لليمن أجمع وهي تتسع لكل أبناء اليمن فاستضافت أهالي عدن أهالي تعز وعاشوا معا فتعز عدن مدينة واحدة لوجين كامل كتبت عن أخيها الملاحق من قبل ميليشيا الحوثي عن أخيها مروان كامل التي افتقدته وما عاد قادرا للعودة إلى رؤيتها أو الجلوس معها لأن الميليشيا أرادت ذلك وقالت لوجين ها هو الليل انتصف معلنا نهاية أول يوم لك فاردا جناحيك في اللامكان لم يخطر ببالي أن وجهك المرهق المليئ بالنعاس الذي أتى إلى باب غرفتي صباحا كي يرد هاتفي وعقلك الذي بدأ كأنه قد بدأ عمله مبكرا حين رميت الهاتف إلى جواري قبل أن تعود إلى غرفتك بهدوء كان كلهما قبل العاصفة تكاسلت عن تجهيز إفطارك طمعا مني في كسب دقائق لأصل مبكرة على موعد انتظرته وحين سمعت صوت انفتاح باب غرفتك ووقع خطواتك سورني الندم جراء كسلي أعود ظهرا فأجدك لا تزال خارجا ويمضي الظهر وبعده العصر ويتأكد لي أنك ستتأخر في العودة إلى البيت فيأتي الليل ولكن دون انتظار مني لعودتك ولكن حين دخول المكتبة والتي صارت غرفة مجلسك علمت أني لازلت أنتظر عودتك التي لا أعلم متى ستكون ولكنني أعلم بأنك في حفظ القوي القادر موقع الاشتراك نت تابع ما يجري في محافظة الحديدة وعنوان الموقع الميليشياء تختطف عددا من المقيمين العرب ويقول الموقع في التفاصيل أن ميليشيات صالح والحوثي نفذت حملة اختطافات في صفوف المقيمين العرب في محافظة الحديدة غربية البلاد ومصادر مطلعة أفادت للاشتراك نت أن الميليشيات اختطفت عددا من أصحاب المهن وفي مقدمتهم مصريون يعملون في مدينة الحديدة وأكدت المصادر أن الميليشيات احتجزتهم في سجونها دون معرفة الأسباب وأن أغلبهم يقيم ويمارس مهنته بطريقة غير مخالفة للقانون وخلافا لحالة الغليان التي تعيشها صنعاء نظرا لتوقف المرتبات وتدهور اليوم في كل منح الحياة أقدم أحد رؤساء لهيئات الإرادية الموالي للميليشيا على توظيف ابنه إلى جوار خمسا وسبعين شخصا بينهم أصدقاء نجله دون أن تتوفر فيهم شروط شغل الوظائف ولا المؤهلات العلمية المناسبة ووفقا لموقع المشاهد فقد تم التوظيف لأنهم فقط من أقارب وزير في حكومة الانقلابيين حيث وجد بين الأسماء أقارب نائب رئيس المجلس السياسي وأصدقاء نجل الرئيس الهيئة ويضيف الموقع أيضا قرارات التوظيف تخالف أيضا قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى وجود أسماء موظفين في جهات حكومية أخرى كتعيين مستشار بدرجة وكيل لأستاذ في جامعة ذمار مقرب من رئيس الهيئة ويتابع الموقع قرارات التوظيف رافقتها أيضا ترقية بعض المقربين إلى مدراء عموم ووكلة ومستشاري لن يصدق أهالي المنازل في تعز أن هذه الجدران التي أقاموها حجرا حجرا هي منازلهم وأنها أصبحت جزءا من الأرض وقد محيت من أحياء المدينة التي حلموا وعاشوا فيها دولتنا المصورة بين أنقاض مدينة ما زال تتعرض لكل أصناف الدمار نتابع الصور التي وردت في موقع الموقع بوست وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحفة العربية نذهب إلى فاصر قصير ابقوا معنا العرب الجديد طالعت الشأن اليمني وكتبت عن الأمراض التي عادت مع الحرب بعد أن كانت قد أصبحت من الماضي وقال الموقع مع تمدد الحرب جغرافيا وزمنيا في اليمن تزداد أو تتزايد الأمراض التي تصيب أهالي البلاد ومنها تلك التي تم التخلص منها خلال السنوات والعقود السابقة ففي عام 1977 أي قبل نحو أربعين عاما أعلن رسميا عن القضاء على الكوليرا في اليمن لكنها تعود إلى الواجهة في مناطق عدة وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكوليرا تضرب 11 محافظة يمنية بعد أن كانت محصورة في 6 محافظات وتابعة الصحيفة ذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إن 4119 حالة اشتباه بالمرض سجلت في تلك المحافظات معظمها في تعز وعدن وأضافت المنظمة أن 86 حالة مؤكدة مخبريا بإصابتها بالكوليرا أي بزيادة 21 حالة من أو عن الرقم الصادر قبل أقل من أسبوعين لكن المنظمة لم تتطرق إلى عدد الوفايات الناجمة عن المرض وتابعت العربي سردى مأساة اليمنيين وخصوصا الأطفال بالقول إن مئات الألاف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهر وثمانية عشر شهرا عرضة لأمراض جثة من البلاد وأحيانا عرضة للموت على خلفية عدم التزام آبائهم باللقاحات الأساسية المفترة تلقيها بسبب ظروف الحرب وحصار بعض المدن والقرى صحيفة الخليج الإماراتية تابعت الأخبار المتعلقة بالهدنة وعنونة الصحيفة في صفحتها الرئيسية العسيري وفد الانقلابين يتخلف عن الوصول لظهران الجنوب قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقت الهدنة لأكثر من ثلاثين مرة على الحدود السعودية ومئة وخمسة وخمسين مرة في الداخل في حين اعترف إعلام الانقلابين بإطلاق صاروخ باليستي زلزال ثلاثة على معسكر الموسم في جيزان وأوضح العسيري أكثر الخروقات أو أكثر الخروقات للهدنة كانت تعز وأضاف أن الميليشيات حاولت إطلاق صواريخ باليستية على مأرب مضيفا الميليشيات لم تستجب حتى الآن لإرسال ممثليها إلى ظهران الجنوب صحيفة الحياة اللندنية تابعت خروقات الهدنة التي تقدم عليها ميليشي الحوثي حيث أكد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل الالتزام بالهدنة برغم خروقات الميليشيات الانقلابية وأشار خلال جولة تفقدية للمواقع المحررة شرق مدينة تعز إلى أن الميليشيات لا تلتزم بأي هدنة أو اتفاقات وهي مستمرة في قصف الأحياء السكنية في المدينة لافتا إلى أن قواته ملتزمة بالهدنة المعلنة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الربو منصور هادي وقيادة التحالف العربي متعهدا باستمرار العملية العسكرية وتوسيع نطاقها حتى تحرير كامل المحافظة من جانبها أكد المتحدث باسم مقاومة صنعاء عبدالله شندقي أن الميليشيات خرقت الهدنة في الساعات الأولى لسريانها وقال إنه تم رصد خمسة عشر خرقا للهدنة قامت بها الميليشيات خلال الساعات الأولى لبداية سريان الهدنة كيري ومهمته الآخرة في اليمن تحت هذا العنوان كتب نبيل البوكيري ما قاله المنشور في العرب الجديد وقال الكاتب في جزء من مقاله أصبح مسار السلام اليوم في اليمن وفي المنطقة عبوما مرهونا أكثر من أي وقت مضى بإسقاط الانقلاب وهزيمته ليس باعتباره طرفا انقلابيا فحسب بل وباعتبارات منيين كل شرور فلم يعرف اليمنيون المجاعة والأمراض والأوبئة الفتاكة والفقر والحرمان من التعليم إلا في عهد هذه الميليشيات الإمامية التي أعادت تذكير اليمنيين بما عاناه أجدادهم قديما جراء حكم هذه السلالة الكهنوتية أما الحديث اليوم عن مسار للسلام من خارج مربع هذه الحقائق التي يعرفها اليمنيون جيدا فلم تعد سوى بيع للأوهام والتسويق للأمان المفخخة بكل صنوف الحروب والاقتتال ودورات العنف الأعمى التي يؤسس لها أي مشروع سلام لا يأخذ في اعتباراته الجذور الحقيقية لهذا الانقلاب الكهنوتي العنصري الذي يستند على جملة من الخرافات والأساطير المازوخية المؤسسة له ومن هنا ليس بمقدور كيري وهو في آخر أيامه وزيرا للخارجية الأمريكية ولا غيره أن يتحدث عن سلام حقيقي شامل في اليمن ثم أحدثته ميليشيات الحثي وصالح أكثر من عام ونصف العام في حق اليمنيين كفيل بإفشال أي محاولات التفافية لسلام يعيد إنتاج الحرب والميليشيات تحت شماعة السلام والقبول بهذه الكائنات الطائفية التي يختطفها ذهنيا ملالي الولي الفقيه في طهران والتي تحولت إلى ميليشيات للعنف الموجه في خدمة أجندات طائفية ومشروع إيراني يبتلع المنطقة يوما بعد آخر وبرعاية دولية وأمريكية واضحة وصمت وارتباك عربي خليجي مخيف وفاضح قالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة وهي المسؤولة عن الملف في مجلس الأمن أن الحل السياسي هو أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن وإنها الصرع وأضافت البعثة في تصريح خاص للشرق الأوسط أن بريطانيا ترحب بعمل وزير الخارجي الأمريكي جون كيري لدعم هذا الحل إلا أنها أضافت أن مشروع القرار عندما يتم تعميمه سيكون لدعم عمل المبعوثة الخاص للأمم المتحدة في العودة إلى المفاوضات على أساس خارطة الطريق ولم تشر البعثة عن توقيت توزيع المشروع غير أنه قال إنه سيكون في الوقت المناسب وتقول الصحيفة كانت السعودية اتفقت مع البعثة البريطانية على إرجاء تقديم مشروع القرار البريطاني إلى إشعار آخر بسبب معارضة الطرف اليمني خارطة الطريق التي تقدم بها ولد الشيخ للأطراف كونها بحسب الحكومة الشرعية تكافئ الطرف الحوثي على انقلابه ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية نقرأ الأجهزة الأمنية في عدن تتمكن من ضبط ثلاثة إرهابيين حيث تمكنت أجهزة الأمن في عدن من ضبط ثلاثة عناصر إرهابية شاركت في تنفيذ عملية اغتيال القياد في المقاومة الشعبية بمديرية دار سعد أحمد إبراهيم يوم الأربعاء الماضي أوضح مدير المنطقة الأمنية السابعة في أمن عدن عبد الكريم عبد الله عبده أن أجهزة الأمن تجري تحقيقاتها مع المتهمين الذين تم ضبطهم عقب تنفيذ عمليات اغتيال إبراهيم أو عملية اغتيال إبراهيم ولن تسمح لأي عناصر إرهابية بتحقيق أهدافها في زعزعة الأمن والاستقرار وعن توقعاته لمرحلة دولاند ترامب كتب حسن العديني مقالا في صحيفة الخليج وقال في أجزاء منه بعد الصدمة والذهول عاد أكثر الناس إلى رؤية المستقبل في الولايات المتحدة وهي أنها دولة مؤسسات راسخة ودستور فريد ينظم علاقة محكمة ورقابة متبادلة بين السلطات الثلاث وأن صناعة القرار تتم بعملية بالغة التعقيد وأن هناك دائما خططا واستراتيجيات لأجيال بعيدة وفي أمريكا شبكات مصالح وجماعات ضغط ورأي عام قوي وفيها تراكم لا يعطي أي عهد حق القطيعة مع ما قبله وبالنسبة لترامب فقد أعرن برنامجه وسيمضي فيه وهو يعدل ويطور ويشطب ويتجاوز شطحات الأسوار والتسفير وإغلاق الأبواب إن ترامب فيما يتأكد من نجاحه كسيد أعمال رجل مخاطر وليس مجنونا لكن مخاطرته محسوبة بعناية بما يعني أن عهده سيشهد تغييرات عميقة في أمريكا وعلى المستوى الدولي قد يهمنا في برنامجه مع عدم إهمال دور الطاقة بالذي سيشتغل بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع معنا مجموعة من رسوم الكاريكاتور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة